أهلا بكم أبطال سنة 4 ابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم وهندرس مع بعض الدرس الأول من المفهوم الأول التكيف والبقاء نشاط رقم 1 و 2 و 3 تابعوني على قناة العلم والمعلم إيه هو الكائن الحي؟ الكائن الحي زي مين؟ زي الحيوان والنبات والإنسان دول اسمهم كائنات حية وأي كائن حي ليه احتياجات أساسية عشان يبقى على قيد الحياة يعني مثلا من ضمن الاحتياجات الأساسية للكائنات الحية الماء تاني حاجة إيه؟ الهواء والغزاء وأخيرا المأوى يعني السكن اللي احنا بنعيش فيه دي اسمها الاحتياجات الأساسية للكائنات الحية هندرس حباب قلبي تكيف الكائنات الحية في الظروف المناخية القاسية يعني على سبيل المثال أنت تقدر تلبس ملابس تقيلة في فصل الصيف؟ لا طبعا لما بيكون حر احنا بنخفف الملابس لكن لما بيكون شتا احنا بنتقل الملابس ليه؟ عشان نتكيف مع الجو أو ظروف البيئة اللي احنا بنعيش فيها كمان بتضطر بعض الكائنات الحية للتكيف مع ظروف البيئة اللي بتعيش فيها زي مين؟ زي الإنسان وهنشوف أول مثال لنا زي الزواحف سحلية الصحراء دي بتعمل ايه؟ بتختبئ في مناطق الظل وبتنشط بالليل ليه؟ عشان تتجنب الحرارة الشديدة في الصحراء كمان المثال التاني اللي هي ايه؟ زي الحيوانات اللاهسة يعني زي مثلا الكلب والكلب ده بيلهس طب بيلهس ليه الكلب؟ عشان يقلل من درجة حرارة جسمه كمان بالنسبة للنباتات الصحراوية زي التين الشوكي ده ليه أوراق صغيرة جدا على هيئة أشواك طب ليه الله سبحانه وتعالى خلق الأوراق الصغيرة دية على هيئة أشواك عشان يقلل فقد الماء لأن طبعا ده نبات صحراوي والصحراء مفهاش ميا كتير فبالتالي هو بيحاول أنه يحافظ على كمية المياه من خلال ايه؟ من خلال الأوراق الصغيرة اللي هي على هيئة أشواك يبقى إذن كل من الحيوانات والنباتات دي تعتبر له طريقة في حماية نفسه من الارتفاع الشديد لم يكن حر والطريقة دي اسمها التكيف يبقى إيه معنى كلمة التكيف تكافى برعا خصائص بتساعد الكائن الحي على البقاء يعني أنه ما يموتش وفي نفس الوقت يكون متماشي مع البيئة اللي هو عايش فيها وكمان بتساعده على التكاثر يبقى إذن التكيف دي خصائص بتساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر في البيئة اللي بيعيش فيها طبعا المناخ يعتبر من أهم أسباب تكيف الكائنة الحية على مر إيه؟ على مر الزمانة نشاط رقم اتنين اللي هو إيه؟ البطريق إحنا نعرف إيه عن البطريق أولا البطريق ده طائر لا يستطيع الطيران زي الدجاج الدجاج ده طائر لكنه لا يستطيع الطيران كمان بيعيش البطريق في القارة الكبية الجنوبية وده يعتبر مناخ كب شديد البرودة يعني برد جدا تمام؟ طيب هل البطريق يستطيع التكيف في هذه البيئة؟ آه طيب إزاي؟ أول حاجة بيغطي جسمه ريش كسيف وكمان طبقة سميكة من الدهون يبقى على جسمه ريش الريش ده بيعمل إيه؟ بيخلي جسمه يبقى دافئ وكمان جوة الجلد بتاعه طبقة من الدهون عشان تحميه من البرد القارس إحنا عارفين يا حباب قلبي إن البطريق بيعيش في القارة الكبية الجنوبية اللي هي مناخة شديد البرودة يعني برد جدا واقف على التلك باستمرار طول فترة الشتاء وبالرغم من كده بنلاحظ إن أرجله لا تتجمد إيه السبب؟ بسبب الأوعية الدموية أو حركة الدم داخل الأوعية الدموية إزاي؟ أولا فيه دم بارد الدم البارد اللي هو فين؟ اللي هو بهذا الشكل اللي هين كده ده كده اسمه دم إيه؟ اسمه دم بارد في الأطراف كده تمام كده؟ الدم البارد بيعمل إيه؟ ده في قدم البطريق بيتحرك إلى أعلى بيتحرك إلى إيه؟ إلى أعلى كده هم تمام؟ يبقى الدم البارد ده يبقى الدم البارد ده بيتحرك إلى إيه؟ إلى أعلى كمان فيه دم دافئ اللي هو داود الدم الدافئ باللون إيه؟ الأحمر اللي هو داود ده اسمه دم إيه؟ دافئ بينزل إلى إيه؟ إلى أسفل كده هم تمام؟ يبقى جسم البطريق بتحرك إلى أسفل زي ما احنا شايفين في هذه الصورة ده دم دافئ اللي هو بلون الأحمر الأوعية الدموية بتعمل إيه؟ بتلتف كده هم يعني احنا شايفين كده ده أوعية دموية بتلتف على بعض كده ليه؟ هذه الأوعية الدموية لما بتلتف حول بعضها وبتتلامس ليه؟ لكي تنقل الحرارة من الدم الدافئ إلى الدم البارد فبنلاحظ إيه؟ بنلاحظ أن أقدام البطريق بتحتفظ بدرجة الحرارة وبتكون دافئة وبتحفظ من إيه؟ من التجمد تمام كده؟ يبقى إذن كيف تساعد أقدام البطريق في بقاء البطريق نفسه على قيد الحياة في المناخ البارد إزاي؟ إحنا قلنا إن الأوعية الدموية بتلتف اللي بتحمل الدم البارد اللي هو ده كده هم بتلتف حول بعضها فهنا ده في دم بارد اللي هو بلون الأزرق ده وده دم إيه دافئ؟ الدم البارد والدافئ ده بيعملوا إيه؟ بيسخنوا بعض فبالتالي البطريق بيشعر بالدفء في أقدامه التكيف من أجل البقاء إزاي الحيوانات تتخفى؟ أو التخفي في بعض الحيوانات؟ التخفي يعني حاجة بتستخبه من أحد طرق التكيف المنتشرة بين الكائنات الحياة يبقى إزا معروف إن التخفي ده طريقة من طرق التكيف في بعض الكائنات الحياة هناك بعض الحيوانات تستطيع أن تتخفى عن طريق لون الفرق زي مين؟ زي الدب القطبي طيب الدب القطبي بيعيش فين؟ بيعيش فيها القطبي الشمالي وإحنا عارفين إن القطبي الشمالي ده كله تلك زي ما إحنا شايفين في الصورة والخلفية اللي هي وراء إيه؟ وراء الدب وإيه وأسفل الدب بالنسبة ليه؟ طرق التكيف أولاً بيمتلك الدب القطبي فراء بأبيض كسيف ليه؟ عشان يستطيع التخفي لكي يستطيع صيد الفرائس يبقى الفراء الكسيف تساعده على أشعور بالدف يبقى ليه فائدتين؟ الفائدة الأولى الفراء الكسيف من خلال الفراء ده بيشعر الدب بالدف كمان اللون الأبيض في البيئة اللي عايش فيها القطبية ده بيساعده على التخفي بين السلوب بالنسبة ليه؟ الدببة البنية والسوداء البيئة اللي بتعيش فيها؟ بتعيش في الغابات طب كمان التكيف مكان المعيشة أو البيئة اللي بيعيش فيها الغابات بالنسبة للتكيف أو طرق التكيف تمتلك الدببة فراءاً داكناً يعني اللونه داكن زي ما إحنا شايفين في هذا الصور اللون الداكن دا بيساعد الدب على إيه؟ على التخفي بين أشجار الغابة أثناء الصيد الوشق المصري اللي هو القط البري القط البري دا مكان المعيشة هو بيعيش فين؟ بيعيش فيه البيئة الصحراوية أو في الصحراء طرق التكيف بيمتلك فراء بني وهذا الفراء بيساعده على التخفي بين الرمال في الصحراء رقم أربعة سحالي الصحراء البيئة اللي بتعيش فيها بتعيش في الصحراء طيب طرق التكيف بتمتلك سحالي الصحراء حراشيف ملونة هذه الحراشيف بتساعدها على التخفي بين الصخور الملونة في الصحراء يبقى إذن إيه هو التخفي؟ يعني إيه التخفي؟ دا نوع من أنواع التكيف بيساعد بعض الحيوانات على الاختباء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إلى الفريسة إن هو يعمل إيه يتخفى أو يستخفى لغاية ما يوصل للفريسة إيه بتاعته هل التخفي له أهمية عند الحيوانات؟ آه طب إيه هي أهمية التخفي عند الحيوانات؟ رقم واحد الاختفاء من الحيوانة المفترس زي ما إحنا شايفين الفراشة لونها متخزة لون الجزع الشجرة لون جزع إيه؟ الشجرة عشان كده من الصعب إن الحيوان المفترس إن هو يشوف مين؟ يشوف الفراشة يبقى إذا أنت تتخفى الفراشة من الحيوانات المفترسة رقم اتنين اللي هي أهمية التخفي التسلل إلى الفريسة يعني الزحف إلى إيه؟ أو الزهاب إلى الفريسة وطبعا بيتخفى السعبان ليه؟ لكي يتسلل إلى الفريسة إيه هو المفترس؟ المفترس هو الحيوان الذي يصطاد ويأكل حيوانات أخرى زي ما إحنا شايفين الدب وهو بيأكل إيه؟ السمكة الدب ده حيوان مفترس ليه؟ لأنه بيصطاد ويأكل السمكة طب إيه هي الفريسة؟ أقول للحيوان الذي يتم صيده يعني الدب هنا إصطاد حيوان اللي هو إيه؟ السمكة تمام كده؟ ده إذن ده الفريسة والمفترس هل يتغير لون فراء الحيوانات بتغير فصول السنة؟ يعني مثلا في الشتاء لون الحيوان بيتخذ مثلا لون أبيض وفي الصيف بيتخذ لون بني؟ أقول له نعم بيتغير لون فراء بعض الحيوانات وليس كل الحيوانات بتغير فصول السنة زي مين؟ زي السعلب القطبي ده إحنا إن شاء الله هندرسه قريبا طيب إيه هي الفرائسة التي يحاول الدب القطبي التسلل إليها؟ فيه فرائس صغيرة زي الأسماك وكمان فيه فرائس كبيرة زي إيه؟ زي الفقمة اللي هو أسد البحر بكده حبيب قلبي ننتهي من شرح الدرس الأول من المفهوم الأول التكيف والبقاء الفصل الدرس الأول تابعوني على قناة العلم والمعرفة